اهلا بكم صناعة الابتسامة الحلوة ده علم دقيق وعلم فيه تفاصيل كتير انا هقولكو احساسي انا الغير محترف طبعا بصناعة الابتسامة لازم اللي يعمل الابتسامة ويعمل تجميل الاسنان يحط في اعتباره طبعا غير لون البشرة تدويرة الوش تأسيماته العلاقة ما بين اجزاء الوش وبعضها ابعاد كده غريبة بحيث انها لازم تكون موجودة في ذهن صانع الابتسامة عشان يخلق سنة لها كبيرة اوي فاتبان زي سنان الربط او صغيرة اوي فاتبان كأنها سنان طفل صغير او الرصة نفسها ما تبديش للوش التناسق بتاعه فيه نجوم في العالم المفروض فعلا يقدموا لطب الاسنان برقية شكر وعرفان وتقدير لانهم انقذوا وتم انقذهم وتغيير طبيعة تأسرهم الشكلة عند للناس بقى ايقونات من اشهر الناس دي ديميمور يعني لما ديك تشوف ابتسامة ديميموري القديمة والجديدة فرق مهول ابتسامة لسوية لسه فيها مشاكل ابتسامة او اسنان رصة اسنان كأنها بتشتغل مثلا شغلانة مكتبية حاجة هارد جدا محترام طبعا كل شغلانات الى ابتسامة سحرة نسبيا فيكتوريا بيكهم دي بقى المفروض تقدم يعني شكر كبير جدا لان اختلف الموضوع بشكل كبير مايلي سايرس من الناس اللي انقلبت ابتسامتها من ابتسامة طفولية لمراهقة الى ابتسامة بنت او انسة في ريعان الشباب ايضا الاكتر بقى منهم توم كروز توم كروز اسنانه كان فيها مشاكل كبير جدا وعلى فكرة اسنانه كانت غير دي يعني دي بعد تجهزة لعى الشمال ده كانت فيه صورة قبل كده ده ده على فكرة كانت سنان متجملة لعى الشمال دي لغاية بقى لما راح طبعا كانت عى الشمال في التمانينات ولا في اوالي التسائينات اللي العالمين لا دلوقتي في الوقت الحالي هو يقترب من ستين سنة امكان عداها على فكرة توم كروز ده عنده ستين سنة كريستيانو رونالدو بقى لا كريستيانو طبعا اختلف الموضوع اختلف كبير جدا هو ديفيد بيكهام ولعيب تذكره على فكرة عموما من الناس ديفيد بيكهام ازاي فعلا دكتور اسنان اللي عمله صعب ويشه صعب مش سهل وديفيد بيكهام ويشه هارد انجليزي فيه تقاسيم اللي هو تقاسيم الانجليزية الصلبة ونسبة دهون موجودة في الوش لازم نراعي الحاجات دي كلها وبشرة برضو مش متوحدة في اللون اللي حط تصميم الابتسامة بتاعه اكيد راع حاجات زي كده كتير نهاردو حوار عنوانه صناعة الابتسامة لا تبدو سهلة لكنها تحتاج الى تفاصيل كبيرة الفرق كبير جدا بين صناعة الابتسامة مناسبة لك وصناعة الابتسامة تجعلك تكره اليوم اللي انت روحت فيه عشان تعمل تجميل سنان بمنتهى الصراحة ضيفي العزيز الصريح جدا والذي يبدأ دائما في حواره ويمتعني دائما باسلوب غير تقليدي ضيفي العزيز دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان ومؤسس مركز برايتي لطب الاسنان وعضو جمعات امريكية لتجميل الاسنان المصامة الابتسامة المعتمد من البي دي سي بنجل ترى احد نجوم عالم طب الاسنان اهلا بيك زيكا دكتور عيمة وحيشني والله وانت عبتر والله صناعة الابتسامة مش شيء سهل تفاصيله كتير بالزبط هو الفكرة كلها ناة تعتمد على حاجات كتير جدا منها زوق الدكتور وعين الدكتور وضمير الدكتور فالموضوع داخل فيه حاجات كتير قوي غير الدراسة او غير الطب كدراسة وكتب والكتاب ده بيقول ايه والمعلومة دي والكلام ده داخل فيه كمان طريقة تفكير الدكتور زوقه طريقة نظرته للمريد ايه انا مثلا عايز المريد ده يطلع شكله حلو انا عايز المريد ده يطلع بيأكل انا عايز المريد ده يطلع شكله حلو وبيأكل كويس فبقيت الموضوع يعني داخل فيه حاجات كتير قوي غير المعلومات الطبية يعني ايجي مريد جايلك عايز يعمل تجميل لسنانه بيبعانه مشاكل سنة مفهودة 3-4 سنان مثل الأخلاقين والمريد ده لما بتقوله الخطة العلاجية بيتضمن الخطة العلاجية وجود كلمة زراع او وجود كلمة تركبات في الفترة الأخيرة في بعض الحوارات العلمية كده ما عرفش عن قصد او عن غير قصد وصل للناس فكرة وكأن الزراعة والتركبات يعني خصمين في حلبة والاتنين بيتخنقوا مع بعض الزراعة احسن تركبات احسن الزراعة احسن تركبات احسن فما عرفش الناس بتيجي لك بالفكرة دي بالضبط ده حتى بقى يجي هو العيان او البيشن يقول الخطة العلاجية بتاعته لو سمحت يا دكتور الزراع لي سنة احنا عايزين نفرق الاول بين الزراعة والتركبات الزراعة يعني لو انا عندي اسنان مفقودة بحط زي غرسة في العظم كده واسبها لمدة ثلاث شهور من شهرين لثلاثة وبعدين اركب عليها الكافر او الكراون الخارجي والدنيا تمام ماليش علاقة بالاسنان اللي قبلها ولا اللي بعدها التركيبة بحتاج ان انا احضر السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها واركب زي كبري يعوض لي السنة المفقودة بس انا بقى فيه سؤال بقى يضايقني في الاقل يعني بسمعه كتير جدا واول ما بقى اسمع رأيي الدكتور ده يعني تيجي يقولك ايه وانت اكيد يا دكتور سألت ده كاترة كتير اول اه قل لي كده ايه الافضل التركيبات ولا الزراعة يقولك قولا واحدا الزراعة الكلام ده بالنسبة دي غريب شيئا ما ليه لان انا بحتاج الاول ان انا اشوف ايه الانسب للمريض يعني ايه ايه الانسب يعني انا مثلا كلمة التركيبات افضل ولا الزراعة زي بالزبط كاني بقولك ايه الافضل انك تلبس شورت ولا تلبس بنتلوم مثلا او تلبس بليزر ولا تلبس اميس كل حاجة مناسبة لحاجتها اللي لو انا في الساحل ولا في الماصية بالزبط من هل بشوفت بالزبط اه ايه الانسب يعني ايه الانسب للسيتيوشن دي احنا لو شوفنا مثلا حالات زي اللي موجودة دي ده بيشنت جميل جدا جاي من السعودية هو جاي الشيف كومبليم بتاعته او الغرب بتاعته هو بيقول لي اعمل لي ايه ازراعة وهو اللي محدد من دماغه كده فكرة اعمل لي ازراعة ليه هو حدد كده من كترة ما الكلام بيطلع الزراعة افضل من التركيبات على عيني وراسي الزراعة افضل من التركيبات بس ايه الانسب في حالتك لو احنا بصينا بقى رجعنا عملنا زوم بقين على الحالة دي كده هتلاقي ان هو شايف يا دكتور ايمان السنتين المفقودتين فوق دول طيب ما هو قابله فيه تركيبة والسنة اللي بعده اللي هي اللي في النص اصلا محتاجة تركيبات يعني محتاجة شغل صح ولا لا يعني بص السنان كلها اصلا فيها حشوات والدنيا بايزة حتى لو عملت زراعة كده كده السنان اللي قابله واللي بعد السنة المفقودة محتاجة شغل انا في الحالة دي لو انت قلت لي ايه الافضل لي او ايه الانسب للحالة دي انا هقولك التركيبات ليه التركيبات اولا الوقت هيعود اسبوع ثانين دخلها الحاجات دي بقى لها فترة كبيرة جدا فهيقعد مثلا حوالي من ثلاث لست شهر قبل ما يكمل الزراعة مجهود تكاليف تكاليف اعلى وفي نفس الوقت الحالة نفسها انا الغرض الاساسي من الزراعة ان انا ما قزيش السنة اللي قابلها ولا السنة اللي بعدها طب في الحالة دي السنة اللي قابلها والسنة اللي بعدها بايزين اصلا ومحتاجين يتحط عليهم كافرز او كراونز فانا بالنسبة لي الحالة دي الانسب لها التركيبات الانسب الانسب على اي اساس سن المريض المجهود اللي هيبزله التكاليف ففي الحالة دي وصلنا للمرحلة دي فقديه بقى وقت في اسبوع يعني اسبوع حولنا من الشكل ده للشكل ده ده عن طريق التركيبات فكلمة بقى ايه الافضل يجي لك العين لو سمحتك تذكر اعمل لي زراعة في السنتين دول طيب ما هو انت كده كده محتاج اصلا تركيبات في كل السنين ففي الحالة دي الانسب ليك التركيبات فما فيش بقى مصطلح الزراعة افضل من التركيبات ده لا فانه موقف اقدر اقول هنا الزراعة احسن لا هنا التركيبات احسن وانا بتكلم عن المشاهير من شوية كده تربتي في دماغي مين اللي وانا برجع دلوقتي دماغي يعني مين اللي انا قلت عليهم لا الحالة دي كانت يعني الدكتورة اللي عملها عمل مجهود وبتاع لقيت اللي فيها مشاكل في اللسة اللي اللسة فيها باين فيها بروبلم اللي باينها ابتسامة اللي سوية ده اللي اداني انطباع ان التجميل هنا عمل مجهود معرفش ليه على انا صح او غلط تجميل اللسة صح طبعا اه اي حالة تجميل اسنان بدون تجميل اللسة لو اللسة بتباني يعني انت كده هتطلع الحالة شكلها وحش جدا وهتحولها من سيء الى اسوأ اللسة دي هي اللي بيترسم عليها شغل دكتور تجميل الاسنان لو احنا مثلا شفنا حالة زي اللي معروضة دلوقتي دي الحالة دي دي ماسمعاش ابتسامة لسوية ليه ماسمعاش ابتسامة لسوية دي جزء منها بيبان من اللسة يعني انت جزء اللي هو الشمال باين جزء اللي مين مش باين قوي حتة ورا باينة راحت لدكتور اسنان اللي هو بقى مش دكتور تجميل اسنان الكلام اللي احنا بنعد نقوله ونأكد عليه كل مرة قالت له انا ابتسامة بتاعتي مش عاجباني لو سمحت يا دكتور اعمل لي تجميل للأسنان فالدكتور طبعا مش عارف اهمية اللسة امبرد الأسنان وعمل لها ايه تركيبات التجميلية دي كده اسمها تركيبة تجميلية طب هل ده منظر في تجميل في شيء من التجميل الأسنان ماشي الأسنان مرصوصة وكل حاجة بس ده كده منظر دي ما اسمهاش عملت هوليو اسمايل او ما عملتش ضحكة انا كده خليت أسناني لو مثلا كان ممكن تبقى لونها وحش زبطت لونها لكن كابتسامة ما دايرتش فرق كبير بين تجميل بتسامة وتجميل الأسنان زي ما احنا بيقول تجميل الأسنان ان انا خلي الأسنان شكلها حلو تجميل بتسامة ان اخليها شكلها حلو وهي بتتحق شفنا بقى الصورة بعد ده كده ليه بقى يعني ليه انت شايف الحالة دي كده الدنيا مظبوطة والأسنان مظبوطة عشان اللسة مظبوطة احنا وجبنا الحالة فوق وتحت مع بعض الفرق بين فوق وتحت فوق الدكتور اشتغل على الأسنان فقط تحت اشتغلنا على اللسة والأسنان مع بعض بس فرق اللون كمان فرق الماتيريال طبعا لسه هقولك الماتيريال الماتيريال انت حب تيجي على حتة الماتيريال نوعها ايه الماتيريال دي دي اسمها ألترا ماكس دي شفافيتها واخلي بالك انت تحت اللون افتح اه افتح نفس الوقت طبعية اكتر يعني ان الناس فاكرة وربطة بين المادة طبعية التركيبات والتجميل والفينيرز ومادة اللون حتوها لوحدها الكتيدة لان سيبك من القديمة دي القديمة دي يعني فعلا حزينة جدا لانه كمان الاضاءة هنا مختلفة شوية الاضاءة هنا فيها بتورينا reflection او الاعكاس الضوي ازاي تعاملت مع اللاسة اتعاملنا مع اللاسة في الحالة دي هي عندها اللاسة ببان في جزء واحد فقط فلازم تعدل من جزء وتأثر السنان من جزء لو جبنا الحالة قبل عشان اعرف اشرح لك اكتر يا دبطور ايمن يعني السنان من تحت تعتليها مصطرة يعني طول واحد من فوق الناحية اليمين من فوق الناحية اليمين قسيرة ومن فوق الناحية الشمال طويلة اه فلازم هتقص من حتة وتأثر من الناحية التانية تطلع بالحالة زي الشكل بقى بتاع الحالة بقى ده خدت وقت هتديه اه اسبوعين واللون ده موضة دلوقتي على فكرة بقى الشياكة اوي بالزبط ده هيفضل اللون ده عمره ما بيتغير اه زي السراميكس بتاعت الارض اللي هو ما بيتغيرش الشكل عتفضل بيه كده مدى الحالة اه عايز اسألك بقى في التصميم بتاع الابتسامة النسب ما بين الاسنان اول كان زي ما نقوله ايه الـ golden ratio وبعدين مش عارف الـ red ratio حاجات كده كنا بنسمحها هل ده موجود لغاية دلوقتي نسب ولا رأيه الدكتور ونظرته وإحساسه بالوش هو الاساس هو الكلام ده لسه موجود فعلا وكل الدكاترة ماشي عليه وحتى الكورسز اللي الناس بتديها كله يقول لك ايه احنا عايزين نشرح الاول ايه الـ golden proportion وايه الـ red proportion اه اي حاجة عينك بتققى عليها عشان تطلع شكلها حلو لازم بيبقى فيه نسب هندسية بين الأجزاء اللي مكونة الشيء ده حتى لقوا الموضوع ده موجود في الاسنان يعني عشان الاسنان تطلع الضحكة تطلع شكلها حلو بيقولوا يعني كانوا بيقولوا الاول حاجة اسمها golden proportion ان نسبة السنة اللي في النص العريضة شوية تبقى ليها نسبة معينة مع السنة اللي جنبها ليها نسبة معينة مع السنة اللي جنبها فالدكاترة بيعملوا ايه وانا بصمم لك الابتسامة واجاب الـ golden proportion دي وامحطيتها في بقك اخليلك نسبة السنة دي للسنة دي للسنة دي بنسب معينة تمام؟ تمام وفي دينا ماشيين علي كده فترة طويلة جات المدرسة البرزيلية لغت الكلام دي قالت لا انا مش عايزة سبت النسبة بتاعت الـ golden proportion دي انا عامل حاجة اسمها الـ red proportion ايه الـ red proportion؟ يعني اختار لي نسبة سبتة واقسم عليها لأسنين يعني انا عايزة السنة اللي في النص بالنسبة للسنة اللي جنبها يبقوا ضعفين لو عملت السنة اللي في النص والرشو بين السنة اللي في النص واللي جنبها ضعفين وبعدين بين اللي جنبها واللي جنبها ضعفين يبقى أنا مثبت نسبة وأمشي عليها طيب لو أنا بقى وريتلك حالة لو شفنا حالة اللي هتتعرض دلوقتي دي حالة زي دي البيشنت بتشتكي إن سنتينها اللي في النص عوضة بالزبط وعملين زي المروحة طلعين لبرة وبرزين الحالة دي لما جينا نعمل لها سمايل ديزاين تصميم للإبسامة لقينا إن الجولدن بربورشن بتاعتها مظبوطة والريت بربورشن بتاعتها مظبوطة النسب النسب مظبوطة بس هي مش حلوة بس هي مش حلوة إذن مفيش حاجة اسمها إن إحنا نمشي على نسب في كل الموضوع مش مش حاجة بالقالة يعني لازم عين الدكتور تتدخل في اللقطة دي لو شفنا بقى الحالة بعد السنين بقيت عرضها قليل والنسبة بينها وبين السنة اللي جنبها مش مظبوطة كنسبة إنما كشكل أفضل يعني لو جبنا الحالة قبله بعد مع بعض كشكل تحت طبعا أفضل طب أنهي للنسب بتاعتها مظبوطة اللي فوق فإذن الموضوع ما بيبقاش زي ما الكتاب بيقول بالظبط إنت لازم الدكتور نفسه يحط التطش بتاعه يعني زي ما بيقوله حالة برضو زي دي دي الريت بربورشن بتاعتها مظبوطة نسبة السنة اللي في النص اللي جنبها بلس باركي باركي جدا لو شفنا بقى الحالة بعد نص السنة صغيرة زي مع أن الريشوز أو النسب مش مظبوطة يعني قلت لنا الحالة فوق قبله وبعد بص النسب بتاعت فوق كبربورشنز مظبوطة تحت مش مظبوطة ومع ذلك تحت أفضل فالموضوع إنت بتختار الدكتور التجميل بتاعك لازم بتشوف زوءه عامل إزاي أو عينه عامل إزاي لأنه كمان تحت قدت الشكل الأنسوي أكتر بالضبط يعني قدت أونوسة قدت على فكرة السنان ممكن تخلي ست شكلها أتراكتف طبعا ها الاسمايل عموما هي أكتر حاجة أتراكتف ممكن تشدك يعني لأ أنا بتكلم على فيمانيزاشن يعني كده مش أتراكشن بس إنها تدي للست الشكل الأنسوي بالضبط الشكل الطفولي أو شكل الرجولي بالضبط السنان بالضبط طبعا والتدوير بتاعت السنان وبرضو خلي بالك يا دكتور أيمان العرض بتاعت السنان اللي فوق ده يا دي مثلا عرضها حوالي عشرة ملي انت بتتكلم في العرض الطبيعي تمانية ملي طب إزاي عملنا تحت قللنا عرض السنان ودخلناها الجوة كل الحاجات دي لازم الدكتور اللي هيعمل لك تجميل أسنان يبقى قوير أو عنده نوليج بيه السمائل ديزاين وتصميم اللي بتسامة وإمتى لما أعمل كذا السنة هتطلع عيدة إمتى ما يفوق دي على فكرة تجميلة ما اللي فوق ده فينيرز هي الحالتين دول قشرة بس دي عملها طبعا برا الفرق من القشرة اللي فوق والقشرة اللي تحت اللي فوق الدكتور خدمة إيس على السنان من غير ما يدرس الحلوة وبعد المعمل اللي تحت إحنا بقى اللي بنعمل الديزاين إحنا اللي بنصمم اللي بتسامة دايما أنا قلت لك في الأول إنه كلمة الأصعب مرتبطة عندي باللسة وكمان بالفرقات يعني الفرقات عندي برضو التجميل معاها شيء رخم لأن الفرقات إزاي هوزع السنان التجميلية عشان تملأ الفرقات أو تغطي الفرقات دي دي مسألة صعبة بالنسبة لي لكن هرجع أسألك بقى في العالم بتاعك والمحترفين دي راجل هاوي لكن العالم الاحترافين مين الأصعب في تجميل الأسنان؟ ولا دي ولا دي في حاجة أصعب الحالات اللي كانت محتاجة تقويم وما ينفعلهاش غير تقويم والظروف ما سعدتهاش أو كبرت في السن أو مثلا حد عنده خلاص وصل لسن مثلا ستة واربعين سبعة واربعين سنة مش هعرض يعمل تقويم وبتقول لك أنا مش عارف عايش بسناني دي على الجهالي يعني الحالة أصلا تقويم ولازم تقويم قولا واحدا تقويم according to the book طبعا وكمان عينك أنت أول ما تشوفها دي تقويم مش بس الكتاب وتيجي وهي خلاص منعتها الظروف إن هي تعمل تقويم وهي صغير والظروف دلوقتي لا تسمح إن هي تعمل تقويم وتقول لك اتصرف صلحني حالة مثلا زي اللي موجودة دي الحالة دي تقويم طبعا لو جبت أي دكتور في العالم أعمل لي تجميل الأسنان دي تقويم طيب ظروف بقى العينة إيه؟ أولا هي مش هتحط تقويم سنتين ثانيا سنها حوالي سبعة واربعين تمانية واربعين سنة يعني ينفع لها تقويم أوه ينفع بس هي مش هتعمله أه سالسا هي أصلا حاول التى من تقويم وفشل فهي عندها بادهيستري مع التقويم أو ترومة من التقويم فعمرها ما هتعمله تاني تمام؟ طب الحالة دي يا دكتور أيمن انت بتحب حاجات أول ما بتشوفها كده بتقوليها ليه الباكة الكوريدور اه طبعا باكة الكوريدور واسع يعني هي عندها اتساع لابتسامة كبير وفي نفس الوقت السنان مش كبير بالظبط اتساع لابتسامة كبير والسنان عاملة الفي شابد اللي احنا بنقول عليها يعني حرف الفي الحالة دي بقى توقع بقى المتوقع ايه في الفاينال اقول لقوا 47 سنة يعني ده شيء ده عمر مهم جدا بالنسبة للست هيفرق قوي معها الابتسامة لو شفنا بعد اعتقد لا فرق كبير فرق كبير طب انا بس سؤالي ازاي بتتغلب على الفاك الدايق اللي هو بيسموه فيشي بتتغلبو عليه طب عطلنا الصورة قابله بعده مع بعضه انا بص يا دكتور أيمن اولا دي عندها سنة رجبة فوق سنة صح؟ شفت تفرده ازاي؟ الحالة دي احنا بنفردها يعني بنقلل من السومك بتاع السنان اللي قدام وورا بنتخنه بس لازم تبقى الموضوع مدروس عشان ما تعملعاش ضب يعني احنا قللنا سومك السنان اللي قدام قوي ودخلناها لجوه وورا عرضنا السنان قوي ده مايدرش التحميل؟ لا لا مايدرش السنان دي هنا بقى نيجي للماتيريال شفت النقطة اللي انت بتقولها دي مهمة ليه؟ ممكن دكتور مايبقاش فاهم قوي فيحط لها مثلا مادة زي البرسلين تقيلة جدا فيضر في اللي انت بتقوله يا دكتور التحميل الاي ماكس ده خفيف جدا جدا يكاد يكون قد يعني تقل الورقة فموضوع التحميل ده مش هو عشان اختيار الماتيريال ممكن لو الدكتور مش على دراية بالماتيريالز يختار مادة تقيلة تقع بعض شوية الحالة دي بقت عملية فقد ايه؟ باشبوع بزرط اربع خمس تيئين اه اه اربع خمس تيئين فالفكرة كلها انها تتحول من فوق لتحت في اربع خمس تيئين بدون تقويم تطلع بالنتيجة دي دي كانت الناس فاكرا ان ايه عندها سنة واحدة بس في النص من كترة ما هم لازقين فوق بعض والاسمايل تتفرت كده في اسبوع انا بالنسبالي دي حالة من اصعب حالات التجميع حالة اللي هي صرف تقويم عايز طيب يعني في الجزء بقى الاخير من نحوارنا النهاردة عايزك تقول لي واحنا بنصنع الابتسام هل في عملية حسابية هل في حندسة قاعدة كده بتعودوها مع بعض عشان بتاع بتاع متيريال انت النهاردة كلمتنا عن اكتر من حاجة متيريال جات سرتها زراعة ولا تركيبات جات سرتها اللاسة جات سرتها التركيبة الابعاد دي كلها بتحطها هل ممكن تحط مع بعضها كده في قاعدة؟ في مصطلح طالع اللي هو طالع جديد اللي هو اللي هو اللي هو هندسة تجميل الابتسامة هنقول بره اسمعك كده اه هو لسه يعني يحن لسه جديد قوي يعني حاجة جديدة جده الفكرة كلها في ايه؟ انا كان نفسي وانا صغير اطلع مهندس على الاطلاق بالذات فرعين التقويم والتجميل أنا بتجي لي حالة والزراعة على وحياتك والزراعة بتجي لي حالات أنا أول ما بشوف الحالة دي بتبسط جداً يعني أنا مبسوط جداً إن أنا هشتغل الحالة دي ليه مبسوط؟ حالة فيها كلام بقى ملوش علاقة بالطب خالص فيها هندسة فيها فكرة فيها فن حالة مثلاً لو شفنا مثلاً حالة زي دي صعبة جداً دي الحالة دي صعبة جداً طبعاً ليه صعبة؟ أولاً اللي فوق دي تركيبات ونزل تحت وفيها عيوب في الفاكة الفؤانية أساساً فيها عيوب في كل حاجة آه يعني فيها عيوب في التكوين العظم في فاكة الفؤانية اللي هي بتحتاج إلى عملية بقى كبيرة والمساطفة إن ده مهندس أصلاً يعني هو أصلاً مهندس فهو كان فاهمني قوي أنا بتكلم في إيه الاسمايل بتاعته عاملة S-shaped لو شفت يا دكتور أيمن هتلاقيها من ناحية اللي مين طالعة لفوق وبعدين نزلة وبعدين طالعة وبعدين نزلة وبعدين سوق اختيار نوع التركيبة اللي فوق خلى السنان اللي تحت تتاكل إنت لو شفت يا دكتور أيمن السنان اللي تحت ميلة إزاي عاملة مسترة طيب هو جاي كل اللي هو عايزه هو طبعاً فاقد الأمل إن الإسمائيل بتاعته تتعدل دي كده اسمها إسمائيل معوجة إنت أول ما هو يتكلم إنت هتفتكر الإسمائيل بتاعته هتشوف في عوجة في الوش كله مش بس في السنان هتحس إن في حاجة معوجة وفقد الأمل طبعاً في إن الموضوع ده يتصلح تاني لإن هو فاهم بقى إن دي عظمه وقصص الحالة دي فعلاً يعني اتعاملت في أسبوع والنتيجة أنا مبسوط بيها قبل العيين بص كده يا دكتور عيوني عبا ده أولاً بيجبني أول ما تريد دلوقتي منباهر أنا باللون اللون وأنا منباهر بالهندسة أعلى التركيبة يعني أحد كده لو جبنا أيوة قبل وبعد لا لا مفيش مقارنة بص اللفة دي بصت عدلة إزاي غيرت عدلة طب إنت رجعت السنان اللي وورا إزاي إحنا شلنا من عظم اللاسة دي ناحية الشمال شلنا من العظم وطوّلنا لفوق ناحية الليمين أصرنا لتحت وعملنا العكس تحت بس دي أخدت وقتها دي والله إسبوع بس دي يعني أصعب من الحالة اللي فاتت الحالة دي صعبة وفيها فكرة يعني أنا حالة زي دي لما تخش لي أنا ببقى مبسوط جدا فيها فكرة يعني ده مهندس أصلا فهو اتمزج باللي حصل يعني هو نفسه اتبسط جدا بالعدلة اللي حصلت له دي من أصعب الحالات اللي أنا اشتغلتها من أصعب الحالات حالة ان انت تقلب الاس شابد اللي فوق دي تقلبها ستريت واللي تحت الميلان ده تقلبه ترجعه تاني لأ الحالة دي صعبة جدا ات عملت كده بقى في أسبوع يكن يبقى برضو التركيبة ده كله انجينيرينج أنا مبسوط من الكلمة دي النظر اللي لسه التأدير الماتيريال وتأدير اللي عملته الماتيريال السيئة فانا استبدالها بماتيريال جيدة الفرقات الفرقات والفرقات ما بين السنان أنا رأيتها ازاي ورجعت السنان لورا ازاي ده كله انجينير بالذات هندسة طبعا طبعا انا كده مهندس خالصا حققت حلمي طب الأسنان هو نوع من الهندسة بلا شك الحالة دي مالهاش علاقة بطب الأسنان خالص يعني الحالة دي لو راح لدكتور سنين ومعرفش يعملها عادي الدكتور مش غلطان يعني الحالة دي لازم يبقى الدكتور عنده اصلا ميول هندسية او يحب يعني هو شاف حاجة معوجة فعايز يعدلها دي مالهاش علاقة بطب الأسنان نهائي يبقى عالم التجميل عالم مسير للغاية فيه تفاصيل دقيقة بس أنا دايما بابا مبسوط في اللقاء معك لانك انت بتاخدني معاك كده سنة بسنة الى افكار غير تقليدية وده شيء مهم جدا في عالم التجميل طي في العزيزة المبدأ دائما دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الأسنان المؤسس المركز برايتل الطب الأسنان وعضو دمع الأمريكية لتجميل الأسنان المصمم لتسبب المعتمد من بيدي سيب انجلترا نورت الناس الحلوة طب الأسنان في تجميله وفي كل فروقه معتمد على نقطة مهمة جدا والحتة دي المرة الجاية هتشرحها لي انت قلت لنا في بداية الكلام النظرة والزوء قلت كلمة الضمير الضمير ده مهم قوي بس المرة الجاية عنوانها ده بجد المرة الجاية في سؤال مسير جدا ماذا كان يقصد الدكتور عبدالله في لقاءه معايا النهاردة بكلمة الضمير فين منطقة الضمير هنا؟ لأن دي كلمة مهمة جدا هل الضمير في الماتيريال؟ هل الضمير في الخطة العلاجية؟ هل الضمير في أننا بفاهم العين عايز يوصل لإيه؟ فوصلوا له أسهل وأفضل وأسهل وأقرب الطرق؟ ولا الضمير يعني شيء آخر؟ ده هتشوفوه المرة الجاية في الناس الحلوة في ناس مهانهم لازم نحن رعيها جدا وهم ياخدوا بالهم قوي من أنهم معارضين أكثر من غيرهم لمشاكل في العمود الفقري من ضمنهم مثلا اللي بيشيلوا أحملتي إيه؟ ألام العمود الفقري إما من حاجات سهلة وبسيطة زي نزلك غضروفي زي خشونة زي زحزحة فقرية زي فقرة متحركة بتاعه أو من حاجات كبيرة زي إيه كبيرة؟ لقدر له أورام لقدر له ضريق متعددة لقدر له ضيق رهيب بالقناة العصبية تآكل في الفقرات خارج على العمود الفقري التهابات مزمنة زي مرض الضرن وبنشوف منه كثير جدا الأيام دي التهابات والفقرات نفسها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر